ضجة كبيرة تصدرت المشهد العرقي بعد حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامة بقضية ما سمي بالإجراءات السرية التي جرت داخل البرلمان والمتعلقة بإضافة فقرة امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلساً وفضلاً عن الحديث عن تلاعب البرلمان بجداول الموازنة جهات قانونية أكدت أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة بزيادة رواتب النواب مبينة أن السقلالية حقوق النواب ليست من صلاحيات البرلمان بينما بيّن ناشطون أن تصويت أعضاء البرلمان على امتيازاتهم مع تجاهل وأهمال القوانين المهمة التي لها علاقة بمصير الشعب العرقي أدى إلى تعميق غياب ثقة الشعب بالبرلمان وسيؤدي إلى اتساع نطاق مقاطعة الانتخابات التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى مسويات غير مسبوقة من المقاطعة تصويت البرلمان عن امتيازات أعضائه جاء بالتزامن مع الحديث عن التزوير في جداول الموازنة وهي سابقة في ملف الفساد تضع رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي على حافة الإطاحة وذلك بحسب النأب باسم خشان الذي أكد أن تلاعب بجداول الموازنة أمر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية يعطي فرصة للعديد من الجهات التغيير والمناقلة وفي محاولة للنأيب النفسي أن في المندلاوي وجود تلاعب بجداول الموازنة مدعيا أن الجداول هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء إلا أن حديث المندلاوي يتناقض مع تأكيد اللجنة المالية النيابية بوجود تلاعب بالموازنة مبينة السمرار لجنة التحقق بملابسات القضية مشيرة إلى أن التحقيق يجري مع أسماء كبيرة في البرلمان ويقر نواب بأن البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة لسيما مع تأكيد مجلس الوزراء بوجود زيادة بلغت 15 تريليون دينار في الجداول الأخيرة بيد أن المعلومات تشير إلى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت إلى الموازنة الأصلية البلغة 211 تريليون دينار في السمرار لمسلسل الفساد الحكومي المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها وبأعلى المستويات موسيقى